قال جل وعلا مخاطبا تيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام في آية أو في آيتين جميلتين يبين فيهم الحق تبارك وتعالى ما يحمله أهل الكتاب في صدورهم لأهل الإسلام فيقول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولكل من يتأتى منه الرؤية أي أي ألم ينتهي علمك يا رسول الله إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود الذين جمعوا بين الضلال وحين كون العلم من الله جل وعلا فهو علم اليقين الذي يشبه الرؤية إذا كان العلم من رب العالمين لسيد المرسلين فكأن رسول الله رأى بعينه وسمع بأذنه فالله تبارك وتعالى قل ألم ترى ألم ترى استفهام تقريري تعجبي من أولئك اليهود الذين آتاهم الله التوراة المنزلة على قلب رسولهم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ومع ذلك ومع ذلك راحوا يشترون الضلالة بالهدى راحوا يشترون الضلالة بالهدى التوراة المنزلة من عند الله على قلب نبي الله موسى فيها هدى ونور فيها هدى ونور لكنهم تركوها وراحوا يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل هكذا بصيغة الفعل المضارع الدل على التشديد والاستمرار فهم في شراء مستمر للضلالة يا سلام فهم في شراء مستمر للضلالة عن قصد ونية بين أيديهم الهدى بين أيديهم الهدى التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار مما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء إلى آخر الآيات العظيمة العظيمة التي قال الله فيها ومن لم يحكم ما أنزل الله فولاكم الكافرون وفي الثانية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولاكم الظالمون وفي الثالثة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فيتركون التوراة ويشترون الضلالة بالهدى اشترون الضلالة عن قصد ويختارونها لأنفسهم بدلا من الهداية عن عمد بل وبنية ولم يكتفوا بهذا الحد بل هم في عمل مستمر دائما أيضا لإضلال المسلمين الذين اهتدوا إلى الدين وإلى التوحيد يريدون إضلالهم بشتى الوسائل والسبل وكل الحيل لإخراجهم عن دينهم ثم طمأن الله جل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وقال سبحانه والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير انتبه ولم يقل وكفى بالله وليا ونصير وإنما كرر الفعل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير والله جل جلاله أعلم بأعدائكم وما يكنونه لكم في صدورهم وما يخططون به لكم لإضلالكم وإغوائكم وإخراجكم عن دينكم فهو سبحانه يعلم ترهم وعلانيتهم ويعلم بواطنهم وظواهرهم ويعلم أحوالهم ومآل أمورهم فلا تخشوهم ما دمتم قد اتخذتم الله وليا ونصيرا فهو نعم المولى ونعم النصير فمن كان الله جل وعلا وليا له وناصرا له فلا يستطيع أحد ورب الكعبة أن يكيده أبدا وما أبلغ وأعظم وأروع وأشد تأثير هذا التكرار في قول تعالى وكفى 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 بالله وليا لم يقل ونصيرا وإنما قال وكفى بالله نصيرا فالكفاية منه جل جلاله ليست كالكفاية من غيره فكفايته سبحانه وتعالى لا يحدها حد ولا يمنعها سد فالولي جل وعلا هو صاحب الولاية العامة على جميع خلق بالتدبير والرزق والأصلاح والعناية وله كذلك الولاية الخاصة وهي ولاية لأوليائه وأصفيائه وأتقيائه وأهل الإيمان والتوحيد ولاية خاصة بالحفظ والنصرة والمدن والعطاء والفض والعصمة وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا فهو النصير جل جلاله الذي ينصر أوليائه فلا نصر إطلاقا إلا منه لا تنتظر نصرا من شرق ولا من غرب بل لا نصر إلا من عنده وهو خير الناصرين قال جل جلاله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده إن نصركم من يغلبكم وإن خذلكم من ينصركم قال سبحانه ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وفي موضع آخر ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من اكتفى به كفاه من اكتفى به كفاه ومن توكل عليه هداه ومن استغنى به أغناه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه أمره هداه وكفاه أليس الله بكاف عبده وفي قراءه أليس الله بكاف عباده بل ورب الكعبة وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أليس الله بكافعه شكرا